معنا أنتقل بكم مشاهدين إلى ضياء حوشية مراسل الغد من رمالة ضياء إذن الصورة إسرائيليا نقلها لنا أحمد فلسطينيا كيف تبدو الصورة؟ هل هناك تحركات على الأرض رافضة لخطة الضم؟ أم أن هناك اكتفاء بالتصريحات التي صدرت عن القيادة الفلسطينية والفصائل؟ نعم حازم بداية أنا في منطقة شرقي القدس وليس في مندينة رمالة نحن نقف الآن عند إحدى المشاريع الكبرى والكبيرة جدا وهو مشروع إيوان من أمامنا من خلفنا مباشرة هي مستوطنة معالي أدوميم وهي إحدى أكبر المستوطنات المنوي ضمن السيناريو المعد حسب بعض المصادر والتسريبات الإسرائيلية من مصادر مقربة من حزب الليكود ومن نتنياهو على وجه التحديد كانت تتحدث عن ضم مستوطنتين كبريين وهي مستوطنة غوش عطسيون إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة وكذا الحال عند مستوطنة أيضا معالي أدوميم شرقي مدينة القدس المحتلة هذه المستوطنة هي تبلغ مساحتها قرابة 41 ألف مستوطن إسرائيلي بمساحة أربعة كيلومترات مربعة تمتد إلى منطقة البحر الميت ولكن بطبيعة الحال الإجراءات الفلسطينية على الأرض هي إجراءات لا زالت تقوم بفعاليات باتصالات متعددة مع مختلف الأطراف العربية والإقليمية والدولية استطاعت تحشيد رأي عربي ودولي وعلى وجه التحديد أوروبي رافضا للضم وأيضا من خلال المهرجان الذي سيقام خلال الساعات القادمة هناك مهرجان مركزي بمشاركة سفراء وقناصل وممثلي بعثات في الأراضي الفلسطينية كان الحديث أيضا عن مشاركة عربية من خلال لربما كلمة سيلقيها رئيس أو أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيض عبر الفيديو كونفرنس وكذلك أيضا محاولات لأن يكون هناك كلمة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من خلال هذا المهرجان المركزي هذه الصور أمامنا نلاحظها بأن هذه المستوطنة المنوي ضمن المشاريع أو ضمن خطة الضم الإسرائيلية تقوم على مبدأ أساسي هي ضم كتلة كبيرة جدا إن كانت معالي أدوميم أو إن كانت غوش عصيون على وجه التحديد 41 ألف مستوطن في هذه المستوطنة أما غوش عصيون على وجه التحديد هناك 96 ألف مستوطن السيناريو يقوم كالآتي إذا ما ضمت هذه المنطقة وهي منطقة استراتيجية فإن حلم الدولة الفلسطينية فعليا سيتبخر لكون هذه المنطقة هي منطقة تفصل بين جنوب الضفة الغربية وبين منطقة وسط الضفة الغربية سيخلق تواصل يهودي فعليا بين هذه المستوطنة وبين مدينة القدس ويشكل عازلا إسرائيليا في عمق الضفة الغربية وبطبيعة الحال نحن نلاحظ بأن الخطط الإسرائيلية وخطة الضم تسير لربما من خلال بعض التصريحات الإعلامية لدى مقربين من نتنياهو يقولون بأن المرحلة الحالية ستشهد ضم جزئي لعدد من التكتلات الاستيطانية أو المستوطنات الكبرى التي تنوي إسرائيل ضمها وخصوصا في منطقة إيوان وهذا المشروع الذي أثار جدلا كبيرا جدا في السنوات الماضية وحتى اليوم هناك أيضا التجمعات البدوية التي خلفنا تسلمت قرارا بالهدم قبل عدة أيام أربعمائة مواطن فلسطيني يسكنون في هذه المنطقة ويشكلون خندقا أو شكلا من أشكال الصمود الفلسطيني مهددون فعليا حازم بالترحيل عن أرضهم ومن ثم الاستيلاء هذه المنطقة والبناء الاستيطاني فيها بشكل كامل نقلت لنا الصورة من شمال القدس المحتلة ضياء حوش ترجمة نانسي قنقر